تحية لك اللي عم بتابعونا عبر موقع الفن وحبين يعرفوا توقعاتنا الفلكية للأسبوع الثالث من شهر مارس 2021 بداية مع مولود داع برج الحمل وفيني كمان أقلوا أن موليد برج الحمل عم يلمع اسمكم وحضوركم بكل مكان ولكن العيون مصلت عليكم على صعيد المهني ونصيحتي قد ما فيكن تكونوا كتومين على أسراركم وكمان تهتموا بحالكم وكمان ما تخبروا عن أسراركم المهنية فعيبدو أنه مولود برج الحمل ووصل لمرحلة أنه رح يشعر فيها بالأمان والاستقرار ولكن ما زال عم يصعب عليه التفاهم مع بعض الأطراف إن كان أطراف مهنية أو حتى أطراف حيتعامل معه وأما عاطفيا لربما يعاطبك الشريك على قصص قديمة حصلت فجأة ما بينك وبينه مولود برج التور كأنك عم بتراهن على وجود شخص ما عم ينتظرك بالخارج ورح تربطك معه أمور مهنية جديدة وتبدو جاهز لأله وأما عاطفيا ظروفك مع الشريكة بتدت تكون أفضل وأما للعزبين عم يشتهدوا على التقاط فرصة عاطفية مناسبة لألون مولود الجوزاء رح تتوصل لتسوية معينة رح تخفف عنك سلبيات المرحلة الماضية وخيباتها على الصعيد المهني وعم نشوفك جاهز لألتقاط الفرص المناسبة لألك وأما عاطفيا من الضروري أنك تحافظ على هدوءك لتقدر تستعيد مكانتك عند الشريك وأما العزبين عم نشوف خطوة عاطفية جديدة بانتظارهم مولود برج السرطان الفلك عم يتحدث عن ظروف عائلية صعبة وعم نشوفك متخوف منه وأما مهنيا عم نشوفك كمان مستعد للتصالح والتقارب مع جهة مهنية أو أطراف اختلفت معهم على بعض الأمور المهمة على الصعيد المهني وأما عاطفيا التسليم بالأمر الواقع تعتبر خطوة إيجابية في الحب لحماية استقرارك من أي تدخلات قدمي مولود برج الأسد لربما يحاول شريك عاطفي قديم استرجاعك وتوقع عتاب طويل معه وأما المرتبطين رح تشغلكم ظروفكم المادية عن كسر الجمود بعلاقتكم العاطفية مع بعض وأما مهنيا فتوقعوا أخبار مهمة عم تنتظروها بفارغ الصبر إن كان هي أخبار تتعلق بوظيفة إضافية إن كان بهدف مهني بيمتد إلى خارج أردكم فعم نشوفكم ناشطين وكمان لربما تدقوا أكتر من باب أو تدقوا باب أشخاص نافذين وقالهم كلمتهم مولود العزرائي اللي كمان عم نشوف ظروفه المهنية عم تاخد كل اهتماماته بالإضافة لمتابعة مرتبطة بقضية آنونية أو خاصة وأما عاطفيا تبدو بحاجة لوقت أكتر أو لأسلوب مرن أكتر لكسر الجمود العاطفي وحالة الفراغ اللي عم بتعيشها بغياب أو وجود الشريك فهون الموضوع بدو حلحة لمن عندك مولود الميزين رح تساعدك الظروف على إحداث تغييرات مهمة لكن مقيدة ببعض الشروط على الصعيد المهني وأما عاطفيا فالفلك عم يتحدث عن انتقال من مرحلة لمرحلة تانية وممكن تتأرجح مباني العودة إلى الشريك وترتيب الأجواء معه أو الانفصال النهائي ولكن عم شوف أنه العودة مقبولة أو حتى تبدو ملمحها قريبة مولود العقرب رح تتلقى أخبار ومعلومات عم تستناها مرتبطة بمصيرك المهني الجديد وتبدو بحالة بحثة عن استقرار مادة بالإضافة لمناقشات مالية أو بنكية بانتزارك وأما عاطفيا ما زلت عم تتعرض لنفس الخلفات السابقة بحياتك العاطفية مولود القوس اللي عم نشوفه أكتر طلاقة وقدرة على فتح الحوارات والنقاشات مع جهات مهنية جديدة وعم نشوفك واقع جدا بخطواتك المستقبلية وتوقع ظروف عائلية صعبة رح تشغلك يوم عن يوم وأما عاطفيا كأنك عم بتمهد لشي جديد بحياتك العاطفية مولود الجدي كمان يلي كمان عم نشوف ظروف جديدة رح تغير من حياتك المهنية نحو الأفضل ورح تخليك تشعر بإيجابية من هيدا التغيير ولكنك معرض لبعض المواجهات والأحداث الطارقة بمنصبك الجديد وأما عاطفيا تبدو متفاجئ من تصرفات الشريك ومشاعره البارد معك أحيانا لربما بسبب التحولات يلي عم بعيشها بسبب الاهتزاز المهني وكمان عم نشوف كأنه فيه محيط عائلي عم بحركه شوي ضدك مولود الدلو المطلوب منك الجدي وعدم الاستخفاف بالمعطيات الأدمي فأنت أمام قرارات مصرية تعتبر وتبدو مهمة ولربما تحصل على قبول معين كنت عم تنتظره هي موافقة أو حتى تسوي معينة أما عاطفيا بتعد عن الشكوك بالشريك والإحساس بأنك شخص غير مرغوب بقلبه فهو بيحبك أكتر ما أنت بتحبه ولكن كأنك مارئ بفترة متشنجي زعلام من شي مزاجك منه رايق ما تفش خلقك بالشريك آخر الأبراج معنا مولود الحوت يلي كمان يبدو أن سوق تصرفك مع الشريك رح يعقد الأمور ما بينك وبينه أحيانا والفلك عم يتحدث عن مفاهيم جديدة رح تحسن من حياتك العاطفية وأما مهنيا فتوقع ترتبات واستعدادات كتير مهمة عم تشتهد على تحقيقة مع أطراف بتوصق بوجودهم معك بحياتك المهنية أو حتى بخطوتك بأهدافك المهنية المقبلة هذه كانت توقعاتنا وأخبارنا الفلكية للأسبوع الثالث من شهر مارس 2021 أكيد تضلكم بألف خير ولكن على بالهم يعرفوا أكتر يستفسروا أكتر عن خرططهم الفلكية عن اسمهم إذا كان قوي ولا ضعيف عن الأيام اللي بتناسبهم عن كيف حماية كيف نقدر نحمي علاقتنا العاطفية من أي اهتزاز عاطفي أو حتى كمان كيف نتفادى خطر ألف رقم بيننا وبين الشريك كل هذه الأجوبة بتلاقوها عنا من خلال الاتصال فينا على 0961-777-85-86 والرقم الثاني اللي هو 0961-777-85-87 أنا جمانة وهبي ودعكم بقلكم نضلكم بألف خير وبي باي ترجمة نانسي قنقر